ترجمة نانسي قنقر وزيادة سبل السلامة المرورية وتخفيف الازدحامات من جهة ودعم نمو الاقتصاد الوطني من جهة أخرى وأضاف أن مملكة البحرين تعمل ضمن رؤيتها الاقتصادية 2030 على تصميم وتنفيذ وإدارة شبكة الطرق في المملكة بما يوفر حركة مرورية آمنة وفعالة وسلسة للجميع من خلال تطوير شبكة نقل عالية الجودة تدعمها بنية تحتية وفق أحدث المعايير وأشار أن الوزارة تعمل منذ أبريل 2021 في الأعمال الرئيسية لمشروع تطوير شارع الفاتح ومن المتوقع الانتهاء منها عام 2024 ومن المقدر أن تبلغ التكلفة الإجمالية لجميع مراحل المشروع 40 مليون ونصف مليون دينار بحريني شاملة عقود التصميم والإشراف بهدف تقليل الإزدحام المروري والوصول إلى المناطق الحيوية بكل سهولة ويسر تستمر أعمال مشروع تطوير شارع الفاتح وفق الخطط الموضعة حيث تعمل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على تطبيق سياسة الافتتاح المرحلي لتحسين تدفق الحركة المرورية مشروع تطوير شارع الفاتح يمتد من جسر الشيخ حمد شمالا إلى تقاطع ميناء سلمان جنوبا بطول يزيد عن ثلاث كيلومترات وتعتبر أحد العناصر الرئيسية في المشروع هو إنشاء نفق بثلاث مسارات لكل اتجاه عند تقاطع مركز الفاتح الإسلامي الواقع بين تقاطع شارع الفاتح وشارع أوال بطول يقارب الستمائة متر وتوفير تقاطع أرضي فوق النفق يدار بإشارات ضوئية لضمان سلسة الحركة المرورية وإضافة حركة الدوران العكسي بشكل حر هذا الشارع وهذا المشروع هو جزء من خطة الوزارة لتطوير شبكة الطرق الاستراتيجية في عموم مملكة الوحرين ومن أهمها أيضا تطوير شبكة الطرق حول المنامة واستكمال العمل في طريق المنامة الدائري حركة المرور الموجودة الآن تقريبا 87 ألف مركبة رح من خلال تنفيذ المشروع بشكل متكامل يوفر حركة المرور إلى 140 ألف مركبة وهذه بزيادة الطاقة الاستيعابية للشارع بواقع تقريبا 61% وهذه من أبرز طبعا الأمور ورح بحرر الحركة المرورية على امتداد هذا الشارع بتغاطع مع شارع الملك فيصل بشكل متكامل وينضم لأول مرة في شبكة الطرق في المملكة إنشاء جسر علوي بمسارين للدوران العكسي بالقرب من مدخل كورنيش الفاتح للحركة المرورية المتجهة شمالا كما سيتضمن إنشاء جسر علوي بمسارين بطول 376 متر للإنعطاف يسارا إلى القادمين من شمال المنامة عقدة عدة اجتماعات قبل بدء المشروع واجتماعات مستمرة أسبوعية على عملية التحويلات المرورية وعلى عملية كيفية بدء المشروع في شارع الفاتح وهناك طبعا عمل من قبل الإدارة العامة للمرور بإدارة العمليات والمراغبة المرورية تحرك الدوريات في هذه المنطقة وطبعا المراقبة المستمرة من خلال قرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور طبعا هاي المشروع يخدم عدة أطراف ونحن مسئرورين وسعيدين أن هذا المشروع يتم ونشيد بالتعاون الذي يتم بين عدة أطراف حكومية وهذا يدل على الخبر المتراكمة تطوير شبكة الطرق بشكل مستمر وتحديثها بما يتنسب مع العصر يؤكد اهتمام الحكومة بتوفير بنية تحتية متكاملة ورفع كفاءتها بشكل دوري يأتي هذا المؤتمر الصحفي تأكيدا على مواكبة وزارة الأشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمراني التقدم المستمر من خلال عدة مشاريع تطويرية تشمل كافة محافظات المملكة وصولا إلى التمييز المنشود شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين